اشتركوا في القناة كيفية خلق آدم فعلا كده وده اسلوب متبع كثيرا في الكتاب المقدس انه يذكر الحقيقة اجمالا ثم يلجأ الى التفاصيل واعتقد ده اي مدر الشاطر بيعمل كده انه يذكر الحق اجمالا ثم يلجأ الى مزيد من التفاصيل والتوضيح فالست ايام اكمل الله السماوات والارض وكل جندها واسترحها في اليوم السابع بالنسبة للانسان في اليوم في اصاح اتنين بيبتدي يذكر لنا تفاصيلات كيف اوجد الله ادم وكيف احضر كل الخليقة لادم ليدعوها باسماء وهنا شوق الله ادم الى ان يكون له معين نظيره لانه كان ليه علاقة بالله بس علاقة ادم بالله علاقة الادنى بالاسماء وكان له علاقة بالحيوانات لكن علاقة ادم بالحيوانات علاقة الاعلى بالادنى لكن اين النظير والمثيل لم يجد لنفسه معين النظيره اوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام اخذ واحدا من اطلاعه ملأ مكانها لحما احضرها لادم سر بها ادم غاية السرور ونطق باول شعر في كل التاريخ تغزل او مدح واعجب ادم برفيق الدرب اللي حيصير معاه باقي تطلعه لانها من امرئ اخذت بالضبط هذه تدعى امرأة لانها من امرئ اخذت ترجمة نانسي قنقر